الاكونوميست بتقول التقصيد المصري لديه القدرة على التوسع وبفضل مشروعات الطاقة الجديدة لما قلنا انه لا يمكن يكون عندي اصلاح اقتصادي دون وجود طاقة ده ككلام مزبوط الاكونوميست بتقول الاقتصاد المصري لديه القدرة على التوسع ليه عنده مشروعات طاقة جديدة بقوله التوقعات لمؤشرات الاقتصاديات بيشيدوا بهذا بيقولوا ايه معدل البطالة وعجز الحساب الجاري صدرات صلعية العجز الكل معدل البطالة كان سنة عشرين تسعة وتسعة من عشرة في المية سنة واحد وعشرين عشرة وتسعة من عشرة في المية سنة اتنين وعشرين عشره كله بيدور حول عشرة يعني احنا كنا الحمد لله وصلنا لتسعة وتسعة من عشرة بعدين نديجة كورونا زادت البطالة شوية اودان عشرات اهو فاربعة وعشرين اوصل لتسعة وستة من عشرة اقل من سنة الاساس اللي هي سنة عشرين ده معدل البطالة ركزوا معايا انه سنة 2024 و2025 اللي هينزل فيها الدين العامل 77% هي نفس السنة اللي هينزل فيها معدل البطالة بفعل الناتج المحلي وزيارة الناتج المحلي هيبقى عندي معدل البطالة 9 وستة من عشرة وان شاء الله بإذن الله يبقى أفضل مجرب كتير خلينا خش على الصدرات السلعية الحاجات المهمة اللي أنا مركز عليها أنا كنت بصدر فيه 20-20 بـ 24 مليار دولار حوالي 25 مليار دولار تقريبا السنة دي ان شاء الله هيوصل لـ 27 اللي بعدها 30 33 36 ان شاء الله في 20-24 السنة اللي احنا متوقعين تبقى سنة خير 39 و10 مليار دولار هل ده طموحنا لا مش طموحنا عايزين نوصل لصدرات بـ 100 مليار احنا عايزين نوصل لصدرات بـ 100 مليار عايزين نوصل ناتج محلي إجمالي لـ 10 لـ 15 تريليون جنيه دي احلامنا وطموحاتنا عشان نبقى دولة عافية قوية